سلام على من سكنت أجسادهم التراب ضحية للظلم ولا سلام على من استجبر على ضعفاء بالسلاح وانتزع منهم اعترافات سلام وطمأنينة وسكون لكل أسرة مكلومة مفجوعة في أرواح أبنائها سلام على أبناء وأصدقاء شباب عدموا في مثل هذا اليوم ظلما سلام على أنقى الأرواح وأطهر الشباب ولا سلام على من ظلمهم الموت للجميع الجريمة وحدة والقاتل معروف اللي أتل تمام مواطنين بالإهمال الطبي من بداية السنة وحتى الآن هو هو اللي عدم 18 شب السنة اللي فاتت قدام قضاء ظالم اليوم هو 7 فبراير اللي فيه تحديدا في نفس العام الماضي فجعنا في إعدام ثلاث شباب من أبناء الدقهلية والنهاردة بننعي ثمان مواطنين جدد لكن اتقتلوا مش بالإعدام بالإهمال الطبي من بداية 2020 كان آخرهم قبل أيام المعتقل رأى فتحامل ترجمة نانسي قنقر